وصل وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الثمانين للجنة حقوق الطفل المنعقدة في جنيف برئاسة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد علي حميدان استعراض ومناقشة إنجازات مملكة البحرين الواردة في تقريرها الدوري الذي قدمته مؤخرا إلى لجنة حقوق الطفل بشأن صون حقوق الطفولة في المملكة وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية في جنيف السفير دكتور يوسف عبدالكريم بوشيري وفي كلمة له في مستهل الجلسة أكد سعادة الوزير حرص مملكة البحرين على تقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال دون تمييز حيث تحققت العديد من الإنجازات على المستوى الصحي مثل خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة مشيرا إلى ما أولته البحرين من اهتمام بالغ بصحة الأطفال والمراهقين والشباب وذلك من خلال توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وفق المعايير والتوصيات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية كما تطرق أحمدان إلى الجانب التعليمي في مملكة البحرين والحرص على ضمان حصول جميع الأطفال من الجنسين على حقهم في التعليم المجاني المتطور وإزالة الفوارق بينهما في جميع المراحل التعليمية إلى جانب إتاحة التدريب المناسب لجميع منسوبي السلك التربوي والتعليمي ورفع كفاءتهم المهنية في التعامل مع الطلبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وحرص سعادة الوزير في كلمته على الإشارة إلى أطفال ذوي الإعاقة الذين يحظون باهتمام كبير تجسد فيلاء السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة العامة دون أي تمييز بينهم وبين أقرانهم وقد أشادت الوفود الدولية المشاركة في الجلسة بجهود البحرين في حماية الطفولة منوهين بمستوى ما تم استعراضه في تقرير مملكة البحرين وما تضمنه من مبادرات وطنية وتنموية مميزة كما أثنوا على التزام مملكة البحرين بالمعاهدات الدولية ما جعلها تحت الموقع متقدما في مصاف الدول المتفاعلة التي تحترم صون حقوق الطفل